ما أقدرش أقول لك ده مين أحسن مخي مفيش حاجة اسمها كده لا 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 بس توعية النوعية هل بتبقى مختلفة جداً مع جودتها وعظمتها ما بين مثلاً مروان طبعاً ومثلاً جندي طبعاً لأن جندي تخصص ضحك وكوميدي وغالس ومش عفاقية ورغم إنه بيعرف يعمل كويس قوي أفلام جدة لكن وقدام مروان بقى اللي هو ليلة تانية قدام مروان يعني أنا كإني مش في البيت ماليش دعو ببيتي خلاص أنا مع الأستاذ مروان حامد قمة المتعة وقمة النشوة في الاختلاف الحقيقي بيسلخني بيغار جلدي ودي المتعة فهو بيجيب قمة المتعة معايا قمة المتعة هيخلق مني إيه جديد هيعمل بي إيه جديد هنا قمة التحدي الأصليين تراب الماس تراب الماس تراب الماس له حاجة له حدثة تراب الماس شخصية مخيفة مرعبة مختلفة تماما تكنيك مروان في الشغل مرعب مخيف نتكلم ناخد وندي في حالة جدية في اللوكيشن في حالة جدية في عنيه هو بيكلم إحنا داخلين على ماشن مش داخلين نصور عادي إحنا داخلين بنعمل مهمة كبيرة داخلين نأثر في الناس داخلين ما نبقاش إحنا خالص إحنا بنعمل تراب الماس أحمد مراد كاتب الكتابة لوحدها تخوف الرواية تختفق كل حاجة مؤثرة قوي فالشغل مع مروان مختلف لازم ما بقاش في دماغي حاجة خالص أفياد لك تقرأ رواية أحمد مراد الأول ولا تدخل تصور الأول أخش أصور الأول النمرة واحد أنا مش قارئ جيد نمرة اتنين أحب أخذ من المخرج هو الكوتش بتاعي زي المدرب مدرب الأسود كده أنا عيني على أنا باخد من عين مروان طاقة لا يعني قاريت ما قاريتش الراجل ده بس بصيته أنا معاك في الحتة دي لأنك انت مو أنا لو كنت قاريت ما سمع ليش مع الفارق طبعا أسفل في عمرت يا عقبيان لو كنت قاريت دور دولة ما كنتش فهمت حاجة خالص من اللي حصل ده مرعم وحيد حامد خلق دور تاني من سطرين مرعم أه فهي كانت العلاقة مع مروان ووحيد مروان وحيد بالضبط كنت لسه أقولك أنت عملتي دولة شوف دولة وشوف النهاردة لو جينا تفرجنا على دولة حد تاني حد تاني خالص أه 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 ده التمثيل طب إيه اللي حصل في تراب الماس في حاجة حصلت تراب الماس بس مروان حامد خطفني وسافر بي إلى عالم خفي أنا ما بقيتش دريان به أنا بقيت أسير عين مروان حامد أسير ملاحيزه يعني أعمل الشوت وبصله بس خلاص هو اللي قال لي فيما بعد أنه أنت مختلف وقلت له البركة في ربنا وفيك أنت بتديني ملاحيز حلوة يعني تقول الحمد لله أني مختلف الحمد لله أن أنا قادر أدي لك اللي أنت طلبه قال لي لا أنت مغيب أنت له مغيب لأ كون أن مروان حامد يقول كلمة زي دي دي مش قليلة فقام إداني حافظ عجيب جدا في أني أحافظ على المستوى أنت رايح كل يوم اللوكيشن مع مخرج زي دا من النوعية دي بيقولك أنت كويس أو أنت محقق حاجة فعايز أدي له عيني عايز أعمله كل اللي يحلم بي يقال يقال كنت أنا وكريم عبدالعزيز بقى بنتكلم كده بعد ما خلصنا يعني بنندردش على اللي يقولك والممثلين اللي يقولك عيشت في الشخصية ودخلت في الشخصية ومؤثر علي وبتاعه فقلت مش للدرجة دي يعني بقى مش هلحبش الأفوارة أنا وهو محبش الأفوارة وهو يقولي بقى ليش أفوارة بقى وبتاعه لحد ما اكتشفنا أكتشفت أني عيالي بيقولولي بابا يعني روحت عليك أخد نصيحة لقيت مروان حامد بيكلمني بقولي ماجد مش عيب أنك تقعد مع طبيب نفسي مش عيب خالص كان الفيلم خلص خلص وعد عليه سنة تقريبا تمام اكتشفنا أنا وكريم أنه إحنا فينا حاجة مختلفة بس مش عارفين إيه هي مع أولادنا مختلفين في بيوتنا مختلفين فيه تعاملات غريبة علينا بس إحنا مش واخدين بالنا ولا في بالنا يعني أزعق في صندرا عمري ما زعق في صندرا هنا صندرا جات قالتلي دل هو بعد تراب الماس بلاش تعلي صوتك قوي يفزعني كنت وصلت لمرحلة أني بفزع الناس يعني في حالة حصلت غريبة رحت لطبيب نفسي سمعت كلام مروان كلمت مع كريم رحت وحصل أنه فعلا مش عيب أنه إحنا نعترف أنه فيه فايلات بتتفتح في دماغنا ممكن ما تتقفلش حبناها حبناها مروان سمى الشخصية دي أداها لقب عجيب قوي المتعة المحرمة كل إنسان فينا جوا جوانب نفسه يعمل اللي نفسه فيه ويعيش زي ما هو عايز ومش عايز يخاف لا من عقاب إلهي ولا عايز جلد ذات ولا عايز حد يحسبه ولا مجتمع ولا مجتمع بالزبط ففتحها عايز تحصل هبات كده فامراتي تقول لي كلم الدكتور اسأله اللي بيحصل ده طبيعي أنا صريح معاكي جداً كلمت الدكتور قال لي بص ما هو لازم تفهمهم إن أنا عندي وليد سلطان ساعة يروح وساعة ييج فاحنا ده فايله مفتوح هنقفله وهنركنه بس هو هيفضل موجود وهكذا عند يحيى راشد يعني ده نوع من الفصام مثلاً مخرج خلاكي تتشبعي بكامل أحسيسك بالشخصية لدرجة إنه ببساطة حبتها فابتديتها تعامل بجزء من تصرفاتها غزبة عني دون دراية يا خبرة بياض لبستني كده مش ادعاء بقى ولا أصل الشخصية لا حاجة غزبة عنينا بتحسن ما جربنهاش قبل كده يعني ممكن ما كنت برجع من كبريء في بعض الأجريشن وده إنما هنا مروان بيشفوتك كلك تفاهماني طبعاً يا خبرة بياض